اشتركوا في القناة منزلة الزبرة من الان موعد بث الحلقة اللي هي منزلة للربح والحرية والصلاح والاصلاح رح ينكث فيها القمر لغاية الساعة خمسة وست دقائق من عصر اليوم السب بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة ثمانية وست دقائق تقريبا لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر اليوم استقر في برج الاسد وزي ما حكينا يوم امس انه لما القمر بيستقر في برج يعني بناخذ من صفات هذا البرج فبالفترة هاي بيكون الناس من حولنا اكثر كرم مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا بهاي الفترة اقتراض المال استثمار مال اقتناء حلية ثمينة التحلي بالشجاعة ارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا بالنسبة للزوايا الفلكية عنا مجموعة زوايا اليوم مجموعة يعني لا بأس فيها فعشان هيك لازم تركزوا في الزوايا الزوايا تأثيراتها من نقدر نحكي من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء في زوايا بتصير في منتصف الليل او بتصير في ساعات الفجر فهاي من اعتبرها تأثيرها طول اليوم وتأثير الزوايا الفلكية تأثيرها بتضيفوه لتوقعاتكم اليومية بس تضيفوها بتطلع انت بالتوقعات الشاملة الكاملة بالنسبة لبرجك يعني ضروري تسمع الزوايا الفلكية تستغل الايجابيات وتنتبه من التحذيرات اللي بتصير فيها وتضيفها لتوقع البرج تاعك فهيك بتطلع انت في توقعات مكتملة بالنسبة لأول زاوية هي زاوية التربيع السلبية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وواحد وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة ستة ونص صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة هي زاوية تزديس إيجابية راح تكون بين الزهرة وبين بلوتو لها تأثير تقريبا بحدود الأربع أيام أو خمس أيام ذروتها اليوم وآثارها من اليوم وما بعد يعني بالأيام القادمة كمان تقريبا بحدود الخمس أيام هاي زاوية زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو راح تكون ذروتها الساعة 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني الساعة 10 و 47 دقيقة بتوقيت الأردن بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابيا لأنه في الفترة هاي بتدعم أكثر وبتتعزز أكثر وبيكون فيها نوع من أنواع التفاهم الكبير يعني أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة 7 و 28 دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش يعني الساعة 10 و 30 بتوقيت الأردن تأثيراتها بتبدأ تقريبا من ساعات الظهر بتأثر على الأبراج هاي الزاوية تحذيراتها أنه يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هاي تأثيراتها من ساعات الظهر هي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون في تمام الساعة 8 و 56 دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 11 و 56 دقيقة مساءا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة لآخر زاوية هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون الساعة 11 و 42 دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 42 و 42 دقيقة فجرا من فجر اليوم الأحد تقريبا بتوقيت الأردن طبعا تأثيراتها هاي بتبلش تقريبا في ساعات العصر أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار بتوقيت جرينتش بيبدأ يوم السبت مساءا قام المنتصف الليل بتوقيت الأردن بعد منتصف الليل لأنه منزيد ثلاث ساعات احنا منحكي بتوقيت جرينتش بالبداية بعدين منحكي بتوقيت الأردن خلو المسار هذا رح يبدأ الساعة 11 و 42 دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الأحد حتى ساعات الصباح حتى الساعة 38 و 37 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر لبرج العذرة هذا التوقيت بدنا نعيده الآن بتوقيت الأردن بيبدأ هذا التوقيت بيبدأ هذا خلو المسار الساعة 42 و 42 دقيقة فجرا بتوقيت الأردن من فجر يوم الأحد وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 37 دقيقة قبل الظهر لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذرة هذا يعني أنه الفترة المذكورة إذا كان أنت من منطقة الشرق الأوسط بتأخذ توقيت الأردن إذا كنت من أوروبا أو من بلاد في فارق كبير أو فارق ساعة ساعتين عن توقيت جرينتش بتعمل لزيادة على توقيت جرينتش طبعا بالنسبة إلى الأوقات خلو المسار هي مكتوبة في صندوق الوصف ومحطوط التاريخ بتوقيت جرينتش فيها وغيرت فيها أنه حطيت التاريخ البداي وتاريخ النهاية عشان تكون واضحة أكثر هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لخلو المسار هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر يعني بما أنه رح ينتقل للعذرة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء خمسة عشرة بيبدأ فيه تمام الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة اتناعش واربعين دقيقة بعد الظهر برضو بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال ستة وعشرين يوم فيه تمام الساعة اتناعش بيكمل ستة وعشرين يوم تماما وبتصير نسبة الإضاءة عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 15% القمر في الأسد حتى يوم 13 منتحس بنسبة 25% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 سعيدة بنسبة 15% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وقضاء وقت ممتع معهم طبعا القمر موجود في البيت الخامس معناته الامور فيها حضوض فيها دعم للطاقة بشكل كبير اليوم في فترة مثمرة منقدر نحكي او فترة ايجابية بتنجح في حمل الترويج لا اي عمل بتقوم فيه الاجواء مساعدة للك بشكل كبير الحضوضة بتدعمك بتتسارع الاحداث اليوم بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب او عرض ممكن بتنتظره اليك فترة الاجواء ايجابية حتى للتحاور مع الاحبة او مع الابناء للترفيه لتغيير الجولة ممارسة هواية كل الاجواء ايجابية برج الثور بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم القمر موجود في البيت الرابع عشان هيك التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة اكثر اليوم تجدوا تعاون من افراد العائلة بتلمس التوتر على الصعيد الشخصي او العائلة في بعض الاوقات بسبب ضغط ممكن يسبب لك نوع من انواع الارباك فعشان هيك بدك تنتبه من الحدية والطباع لانه القمر بشكل زاوية تربيع اساسا مع برجك فحاول انك تتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب الفترة هاي اللي هي الامور اللي الها علاقة بالتجميليات لانه او الجماليات او التجميل او الجراحة التجميلية خلال اليوم هذ يعني اصبر لحدث ما القمر ينتقل للبيت الخامس بيكون افضل وخذ فترة متقطعة من الراحة وحاول انك تستشير طبيبك برج الجوزاء القمر اليوم في برج حليف لايلك وقوي جدا داعم وهو بشكل زاوية تسديس مع برجك فعشان هيك بتكثر عندكم اليوم الاتصالات اكثر من الشكل الطبيعي او اكثر من المعتاد اليوم عندك تنقلات في بعضكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة او يغير جو او يكون عنده نشاطات عالية بيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بيدعم تصوراتك او بيدعمك في بعض الامور بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على انواعها اهم اشي انك ما تتهرب منها ادي واجباتك بشكل كامل ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ما في داعي للعصبية والحدية بتكثر عندك الزيارات والتنقلات اليوم بشكل ملفت للنظر برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي بما ان القمر موجود في بيت المال فعشان هيك برضو في تحذيرات انه بتكو تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن انك اليوم تعالج استحقاق مالي اهمش انك ما تتسرع بتوظيف الاموال حاول انك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ الاجواء جيدة وداعمة للك في بعض الفرص المالية او المكاسب او ترتيب وضع مالي معين ولكن الاهم انك تبعد عن المصاريف لزيادة والبذخ او انك شوي هيك تلجأ لشراء اشياء انت مش بحاجتها برج الاسد بتبدأ اليوم فترة افضل من سابقتها اليوم افضل من يوم امس اليوم بعيدلكو نشاطكم المفقود القمر بوجوده بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم ممكن توضح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك بتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر اساس لمشروع جديد او لفكرة جديدة حاول انك يعني تتمالك اعصابك في بعض الاوقات رغم انك اليوم بتملك افكار باهرة وحلول مذهلة ممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذرة بيسيطر التعب عليكم طبعا لان القمر موجود في بيت المتاعب فهذا يوم مش حليف لالكم حاولوا تنظيم اموركم والمحافظة على صبركم المعهود اثناء تصريف الامور والتعامل مع الغير حاذروا من الافكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب امالك او تتأخر اعمالك حاول انك تبتعد عن الضجيج والصخب وحاول انك ما تحسم قرار وما تكون لجوج لانه ممكن يخذلك الحظ يعني بمعنى اخر مشي الامور بشكل روتيني بدون ما انك تتخذ قرارات او تقدم على شيء وما يكون لصالحك برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل او مناسبة سعيدة بتكون عندكم تنقلات مهمة وبتمتعوا بسرعة خاطر حاول انك تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية الاجواء بتدعمك فعشان هيك استغلها لانه اليوم ممكن تعرف لقاء داعم لا اليك اهم شيء انك ما تماطل بموعيدك ولا بواجباتك حاول انك تتشجع على العمل الاجتماعي اكثر ممكن يبادر احد الاصدقاء لمساعدتك في امر ما او مساندتك في امر ما الاجواء ايجابية للتعاون وللصداقات والدعوات والاجتماعات والحفلات برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل القمر الان موجود في بيت السمعة فشوي هذا صحيح انه مناسب للي بيبحثوا عن عمل او بدهم يركزوا على عملهم او علاقتهم مع المسؤولين او تقديم لعمل معين يعني الوضع ممتاز ولكن بدك تهدئ من انفعالاتك حاول انك ما تنفعل ما تعصب اتجنب مخالفة القوانين احرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة لانه اولا القمر بشكل زاوية تربيع مع برجك وهذا الاشي بشكل لك نوع من انواع الهفوات اللي ممكن تتسجل عليك وتشوه لك سمعتك فانت مش بحاجة لتشويه السمعة باي تصرف مهما كان خلال هذا اليوم عشان تكسب من وجود القمر برج القوس بتنشطوا اليوم في امور السفر والاتصالات البعيدة على انواعها طبعا القمر في البيت التاسع يعني بيت حليف وداعم للك بشكل كبير ممكن تشارك اليوم في حملة او ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن بعضكم يسافروا في رحلة او تفرحوا لانفراج او تسوي مهمة او اوراق معاملات الها علاقة بالهجرة او السفر او الدراسة بتهتموا بهواية جديدة اليوم عندك حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط الاجواء داعمة بشكل قوي ممكن انها تحقق لك بعض المكاسب اللي شوية اخرت بالفترة الماضية او ما مشت مثل ما بدك بالفترة الماضية اليوم مناسب لاعادة الكرة على هذا الموضوع برج الجدي بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة اليوم القمر موجود في البيت الثامن تحرك عن مقابلكم تماما صار في البيت الثامن يعني هو اقل ضغط من الايام الماضية وهذا بفتح بعض المجالات اللي الها علاقة بالمكاسب المالية المكاسب اللي بتيجي من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض او ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة عالج الشؤون العائلية برضو وما تهملها لانه ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي ممكن تكون صحية او اجتماعية تلفت انتباهك الاهم زي ما حكينا الامور المالية والامور العائلية برج الدلو بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم القمر مقابلك تماما هو بعطيك ايجابية ولكن بالمقابل سلبيته انه بسحب من طاقتك وبيخليك ضعيف شوي او بخلي طاقة المواجهة عندك كمان ضعيفة فهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبرضو جيد لتعزيز العلاقة ما بينك وبين الشركاء ان كان شركاء المال او العاطفة الازواج الزوجات بتكون حذروا من الخلافات وحاولوا انكم ما تضخموا الامور اليوم ممكن تبدو مرهف الاحساس ومتوتر وهذا الشيء بيسبب لك قلق ما بدك تحاذر من اثارة العدائية والبلبلة لانه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يثير النفور للاشخاص اللي بيتعاملوا معك فعشان هيك يحاول انك تضبط اعصابك ابعد عن المشاكل قدر الامكان ما تدخل باي خلافات مهما كانت عشان الامور تكون جيدة حاول انك تستغل اليوم لتدعيم الشراكات برج الحوت طبعا القمر صار في البيت السادس فعشان هيك يلي بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا بدك تحاولوا انك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدك تنتبهوا لعملكم علاقتكم مع زملائكم بالعمل حاول انك تبعد عن المشاكل قدر الامكان والتحكم وفرض السلطة لان هذا الاشي ممكن يسبب خلافات بينك وبين زملائك برضو بالمقابل هذا بيت العمل وبيت الصحة فبرضو بتكون تنتبهوا لاغذائكم وراحتكم حاول انك ما تهمل الواجبات مهما كثرت او صعبت حاول برضو انك تراعي ظروفك الصحية وتكون دقيق ومنظم مراعيا لظروفك ومعنوياتك في النهاية حب اشكر الجميع اللي بيدعمو ان كان بالانتساب او بيدعمو باللايك والكومنت والشير والتعليقات الجميلة اللي انا بشوفها على القناة طبعا كل تعليقاتكم انا بقراها ولكن الفترة هاي شوي في عنا ظروف اللي هو الوالد اجرى عملية خلال الايام الماضية ولكن ما زل بيرقد في المستشفى وفيه له عملية ثانية برضو في وسط هذا الاسبوع او نهاية هذا الاسبوع فعشان هيك شوي انا مشغول فبتلاحظوا انه ايام بتكون الحلقة طويلة شوي بحكي بسلاسة او بوضوح اكثر او بفصل اكثر في حلقات انا بقلل الكلام يعني بحاول اني اعطي اللي هي الامور الخاصة او الامور اللي تكون واضحة بالنسبة لتوقعات الابراج وبعدها شوي يعني بتقلب الوضع عندي فاعذروني في الايام هاي ولكن انا متابع لكل شيء لكل كلمة لكل تعليق موجود وان شاء الله انه الايام الجاية بكون فيه نوع من انواع التغييرات الاجابية على مستوى انا وعلى مستوى القناة برضو لانه فيه بوادر تغييرات ان شاء الله تعالى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء